موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن اخواتي ان شاء الله بخير نرجعنا اليوم بدرس جديد بسلسلة البيتس في تلك الالجمين بدرس الشبراخ باوشتين الجزء الثاني اليوم معنا الرقم خمسة وهذا من السلسلة تبع العشد دروس اللي كانوا موجودين اول شي على القناة وحذفتهم بسبب سوء جودة الصوت والصورة قبل ما ابلش انا شوية لفظي سيء باللغة الالمانية لحدا يتعلم مني اللفظ خذ الشغلات المفيدة اللي ممكن تساعدك بطريقة الحل وسرعة الحل ولا تنساني من دعائك ما لح اقراك الشي لح اقرا فقد الشغلات اللي متعلقة بهذا الفراغ اللي نحن عم نحله مشا ما يكون الفيديو طويل ولح ترجم بس الشغلات اللي بتستدعي الترجمة لحنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونملش فورا نحن قرأ من هون استمر العمل سنتين تقريبا حتى ادروا انه يختروا شبه الكوميوتر او هلشي منكمل عند الفراغ ذس زيش ايما فيترا تايلنامه انشليسن كونتن اذا منلاقي فورا الفعل انشليسن مع زيش بيجي معناته ينضم او يلتحق الى شيء معين مثلا فهون فورا بيجي معه حرف الجر ان مشا ما نتعذب كتير بالحال اول ما نشوف هذا الفعل لحن حط فورا ان مع الزيش مشان صرعت الحل مشان الوقت هون انشليسن زيش ايبدو جبال بده ان بتصير ريلاتيف ذاتس لانه ذاتين الفعل بالاخر لحن نكمل لحن نقرأ من هون اوز دم اوروش برونجلسن كومنيكاتزيون نيز سوم انفرماتزيون او استاوش انتر وزنشافتلين وزنشافتلين وار اين الكترونيش بوست فر بون فور يدرمان هون مادام شوفنا هاتكون بلوس كفان بيرفكت لحن انزل ورجيكون فالحال صحي هو جبوردن وهي الحال رقم تنين تنو تلاتين وهي رقم حال واحد نسيت ورجيكون اياه هاي واحد وهي اتنين هاي حالين حالين اتنين بسرعة بدون ما كتير نواقف عندهم لحن نكمل كالس روا استدان شنال تسوم كنوتين بونكت نتس فور دوشلاند وعندك الفراغ رقم تلاتة و تلاتين عندك است وعندك الفعل المصرف البرفكت اجباري بدا فوردن فورا بدون ما كتير نفكر بمعنى هاي الجملة مشا مرة وحوات اذا مننزل لتحت منلاقي فوردن ناكو هاي الحال ناكو هاي 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 رقم ناكو هاي ناكو هاي كمان في أصوات فهون الحل الصحيح هو دخ وين دخ ليك ليش دخ دخ بتجي وقت نحن من نستخدمها بتجي بأكتر من حالة أحد الحالات هي التأكيد إذا أنت عم تحكي شي عم تأكده أحد الحالات كمان المفاجأ إذا الواحد متفاجئ بشيء معين وكمان عندكم العكس إذا أنت عم تحكي أو عم تحكي نقيد شيء معين فهون هي جاية تأكيد دخ اس قبت أو خشتي من أكيد في لسه أصوات دي التي كريتك أوبن ما دام شفنا هذا المصطلح بده إجباري حرف الجر بس قيمتا بيكون حرف الجر بيكون وقت في اسم بعده فمنستخدم حرف الجر وعالحالتين نحن هذا استخدمناه بالرقم 31 فأكيد غلط ونستخدم فورا دغان قاعدة دا مع حرف الجر وهون لأنه في حرفين صوتيين منحط بيناتهم دغان دي كريتك دغان أوبن إنو عم ينقضوا هادا منكمل هون أول واحدة دوخ بعدين دغان بعدين منكمل دس دي الكوترونيشي بوست أينم شبراخ جبراوخ جفورد هات فعل فوغن بيجي مع حرف الجر تسو معناته يؤدي إلى شبراخ جبراوخ هي استعمال اللغة فهون ما دام شفنا فعل فوغن بنا نحط تسو يؤدي إلى منكمل بقي عنا آخر واحدة من لجيك أي نفرد ما دام شفنا هادا المصطلح اليوم سهل ما كتير صعب بس في أمور معينة بدك تدقى فيها مشانك فا عم قول ما دام ما دام ما دام كلمة شفنا هادا هذا المصطلح يعطي أهمية ل ل ل أو ل أو أف أد أف 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 ما دام أف أف مصدوق المصطلح لكو أو خرط C أو أف أف هذا هو حل النموذج اليوم أخواتي بصراحة أنا حليته بعدين تأكدت من حله فما أخذ معي كتير وقت وقت حليته لأنه دققت على نفس الشغلات اللي أنا خبرتكن عنها واللي هلأ حكيت عنها أنا بقلب الفيديو ف يلي اللي بتعجبه الطريقة يحل بهاي الطريقة اللي ما بتعجبه الطريقة الله يوفقه ويسر له بيقدر يحل بالطريقة اللي بدعياها ف يلي بلاقي حاله بهاي الطريقة يتعلمها وياخدها لعله وعسى يجي شي على نفس السيستم ويحله بسرعة ويختصر وقت لأنه هي مشكلة الفحص المتسفاي مشكلة ضغط الوقت أما إذا الواحد مرتاحه مع وقت جيد بيقدر يحل بكل بساطة أنه يكون عم يدرس وصل 3-4 شهور عم يقدح يدح مشان هاللغة فإجبار يبدو يحل بسية مشكلة الوقت وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوني من دعاكم من دعاكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة شهر لايك للفيديو إذا عجبكم لنستمر وتشجع فيكم إن شاء الله بكرة بنزل رقم 6 وهلأ لا تنسونا من الدعاء لحلكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته